اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتشير للحسد والعين ولما تشوف ان انت بتقتل سراصير في المنام وماتوا ده بيعني ان العين قد انتهت وموت السراصير بيشير لفشل السحر وزا التقط احد السراصير بدون ان يؤذيك ده بيدل على طباعة الاصدقاء السيئة ومرارتها واللي هتسبب لك القهر ولكن هتنجح في اصلاح الامور واعادة المياه لما جريها السراصير في المنام عمتا مفهاش يعني رؤيتها مفهاش خير الخير الوحيد فيها لما تشوف ان انت استطعت ان انت تقتلها او استطعت ان انت تهرب منها او استطعت ان انت تتخلص منها باي طريقة ولكن السراصير في المنام ربما تدل على اعداء ضعفاء ربما تدل على حسات ربما تدل على الجن ربما تدل على السحر ربما تدل على عين الحسات وتدل على شخص سفيه وقبيح فالسرسور مكروه بطبيعة الحال وبيشير الكلام الرضيئ ويشير ايضا للانسان المتطفل والسرسير بتخرج من الناس اللي شفت السرسير بتخرج من بلوعه فده معناه ان فيه يعني شخص بيجهز لك سحر او شخص او رجل يعني فاسق خادع متسلل والسرسير الكتيرة بتدل على المشاكل والمرض واذا كانت السرسير في داخل البيت فده بتكون مشاكل من داخل افراد العائلة ومن فشل في التخلص من السرسير ده بيشير للهلاك ليه والاقربه اما اذا عادت السرسير الميتة للحياة فمعنى ذلك عودة المشاكل من جديد بشكل اعنف وبعدائية اكبر وانهاجم احد السرسير الشخص ما يعني معناه ان هو هتهاجم المشاكل زلك الشخص ولما تشوف فتاة الكتير من السرسير بيدب الشقاق والشجار ما بينها وما بين حبيبها ويتوجه حبيبها لفتاة غيرها واللي يشوف ان فيه سرسير لساعته ده معناه ان فيه منافسة هتخطف اه ليه حبا في الله ربنا بقشركم وكل خير اه اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤيه عايز يفصره يكتبها لنا اصل في فيديو علا عشان نفصر لكم فاصل وقت واللقاء في داخل والسلام عليكم